مريض الكلا وليام هينز متفائل جداً إذ دبت فيه الحياة وبات مفعماً بالأمل الأمل بأن جلسة غسيل الكلا ربما لن تحتاج في المستقبل القريب إلى ساعة طويلة تقيده على سرير المستشفى أقوم بغسيل الكلا ثلاث مرات في الأسبوع من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الرابعة أو الخامسة عصراً أقوم مع علي القيام به كي أعيش هينز من بين 450 ألف مريض أمريكي يخضعون لجلسات غسيل الكلا الناجمة عن فشل وظائفها وهو كغيره من المرضى ينتظر فرصة العمر بزراعة كلية له يقود هذا الطبيب والباحث في جامعة فاندربيلت الأمريكية المعركة ضد الفشل الكلوي ضمن مشروع لتصميم جهاز هجين وحيوي يمكن أن يحاكي عمل الكلية لتخلص من الفضلات والشوائب والأملاح المتراكمة مفتاح هذا المشروع تكار شريحة إلكترونية متناهية الصغر تستعمل تقنية النانو وتعمل بمثابة فلتر أو مصفات للشوائب في جسم الإنسان ستحتوي كل كلية إصطناعية على 15 طبقة من هذه الشرائح موضوعة فوق بعضها البعض تعمل هذه الشرائح كنوع من الفلتر وتتصرف كنظام إسناد لحاجات الخلايا الحية هذه الخلايا الحية عبارة عن خلايا كلوية تمت تنميتها في المختبر لتكون كمفاعل حيوي للخلايا الحية وهذا الغشاء من الخلايا الحية سيفصل بين المواد الكيميائية النافعة والمواد الضارة أيضا وبعد اعتماده والموافقة على إجراء التجارب السريرية عليه فإن من شأن هذا الجهاز أن يقلل من الطلب على زراعة الأعضاء لدى مرضى الفشل الكلوي ومن شأنه أيضا أن يمنح الأمل لأكثر من 100 ألف مريض على قوائم انتظار لا تنتهي أبدا ينتظرون بفارغ الصبر الحصول على كلية للزراعة وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا هنا في الستوديو ستشار أمراض الكلة الدكتورة فريدريكا كالو صباح الخير دكتورة فريدريك قبل أن نتحدث عن هذه الشريحة وهذا التطور العلمي الكبير دعنا نتحدث بداية عن غسيل الكلة ماذا نقصد بغسيل الكلة؟ غسيل الكلة هو عبارة عن تعويض عمل الكلة الطبيعي بحيث نقوم بتصفية الدم من الشوائب والفضلات المطروحة بشكل عادع عن طريق الجسم فالكلة هي العضو النبيل الوحيد الذي يقوم بهذه الوظيفة بالإضافة إلى وظائف أخرى طبعا مثل تنظيم ضغط الدم وتنظيم سير الشوارد والسوائل وبعض إفراز أو المساعدة على استقلاب بعض الهربونات الضرورية لبعض العمليات الاستقلابية وإنتاج الكوريات الحمر طب دكتور ما هي الأمراض التي يحتاج إليها المريض للإجراء لغسيل الكلة؟ هناك أمراض معينة طبعا مرض العاصر هو مرض داء السكري هو يودي بنهاة المطاف إلى مرض كلوي مزمن فأغلب المرضى الذين يحتاجون غسيل الكلة هم نتيجة تراكم سنوات من مرض السكري فنسبتهم تتراوح بين 30 إلى 40% من مجمل المرضى الذين يصلوا إلى مرحلة نهائية من المرض الكلة بالإضافة لمرض أيضا هو مرض عصر هو فرض أو ارتفاع الضغط الشري يعني أنت تتحدث بما نعرفه هو الفشل الكلوي دكتور؟ نحن في الطب نحاول نغير بعض المفردات الفشل يعني لا تطليق بالطباء نسميها مرض كلوي مزمن وصل لمراحل المتقدمة أو النهائية لأن الكلة حتى لو بدأ المريض في عملية الغسيل تبقى عندها جزء من الوظيفة بعض الأحيان يكفي يعني 10 أو 15% من وظيفة الكلية تكفي لإبقاء المريض على قيد الحياة لذلك كلمة فشل نفهم منها هو عبارة عن لا رجوع فقدان وظيفة بلا رجوع ولكن هناك أثار جانبية كثيرة دكتور عندما نتحدث عن غسيل الكلة ليس كذلك؟ طبعا لأن غسيل الكلة مش عبارة عن جرعة نعطيها لمريض غسيل الكلة يتم عادة في أقسام متخصصة مجهزة وجهاز غسيل الكلة جهاز يعني ليس معقد كثيرا ولكن فيه من الإمكانيات ما يعادل تصفيد ووظيفة الكلة لذلك نحن بحاجة أن نأخذ كمية من دم المريض خلال فترة زمنية ونقوم بتصفيد كمية هذا الدم عن طريق فلاتر أو مصافي ونعيدها إلى المريض فهذا يتطلب نسميه يعني فيستولا أو مجازة بين الشريان والوريد لتسهيل أخذ الدم فهنا نحن نتعامل مع الدم مباشرة بكمية ليست كبيرة ولكن كافية يعني إذا صار لا سمح الله اختلاطات وعدم يعني رعاية ووقاية لإزكمية الدم لأنه يصير نعم نزف ممكن يصير التهاب نعم وممكن يصير مضاعفات أخطر بكثير نتيجة هذه بسمية الدارة غير الدموية طب دكتور ما رأيت بهذه الشريحة الإلكترونية التي تحدثنا عنها واستمعنا إليها في التقرير هل ستغير حياة الشخص الذي مصاب بداء كلوي مزمن كما ذكرت وهل ستقلل من العراض والأثار الجانبية من غسيل الكلة في الطب كل أي تقدم مهما كان مرحب به لأنه الهدف هو التخفيف عن المريض فأي تطور في هذا المنحة نعم أطباء الكلة ترحب بذلك نتمنى طبعا أن المشروع أو البروجيكت يطبق على المريض الكلة بأسرع ما يمكن بالنسبة أنه طبعا هذا تطور مهم جدا وسيوفر على المريض جلسات الكلة الأسبوعية المتكررة لابدت ثلاث مرات كل جلسة أربع ساعات فهذا ممكن ينزرع هذا الجهاز داخل جسم المريض ونستغني عن ذهابه إلى المستشفى طبعا ستكون هناك رعاية طبية دورية من قبل الطبيب الأخصائي ولكن أفهم من حديثك دكتور وكأنك تتحدث عن مستقبل بعيد يعني تتحدث ربما عن عشرات السنين المشروع بدأ من أكثر من عشر سنوات وصلنا إلى مرحلة متقدمة يعني نسموها المرحلة الثالثة قبل تطبيقها على البشر هما حسب معلوماتي سيبدأوا بالتطبيق خلال سنة أو سنتين بعد التطبيق في مراجعة على هذا المشروع إذا ممكن نستمر فيه أو لا يعني نحن ما رح نتطمن حتى يكون كل الموافقات وبدأنا باستخدامه وبدأنا بالتصويق هنا طبعا سيكون مرحلة مهمة في حياة مريض غسيل الكلا وطبعا هذا بينعكس إيجابيا على سحكي لكن حتى ذلك الحين دكتور ما زلنا كنا نتحدث قبل قليل عن غسيل الكلا بأن عملية طويلة تؤثر على حياة المريض لشكل كبير لأنه يقضي معظم وقته في المستشفيات ألا يوجد حال آخر دكتور يعني كان هناك حديث عن أجهزة صغيرة حوالي أربع كيلوغرامات خمسة كيلوغرامات يستطيع المريض أن يأخذها وبالتالي يقوم بغسيل الكلا في البيت حتى كانت هناك حديث عن كليا إصطناعية أو كليا من الخلايا الجذعية وما إلى ذلك حتى عملية ذراعة الكلة دكتور نعم طبعا تعقيب على آخر كلمة غسيل الكلا هو نوع من نوعين لمعالجة مرض الكلا المزمن في مراحلنا هي الغسيل الكلا أو زراعة الكلة زراعة الكلة حتى نحن نفضل على غسيل الكلا لأنه فوائده أكبر وأشمل على المريض طبعا التفكير بغسيل كلا وآلات غسيل كلا بسموها محمولة بدأ من عشرات السنين أو هلأ في عنا بالأسواق يعني ما قبل بسموها البروتوطايب ولكن لا نتحظى على أكافة الموافقات ولسا في دور التطوير يعني في أوروبا هناك في مشروع يضاهي مشروع جامعة أمريكا والسان فرانسيسكو لكن المشكلة هنا التعميم نحن لم نصل لمرحلة التعميم ولا زال غسيل الكلا التقليدي هو تقريبا المسيطر على هذا النوع من المعالجة الدكتور فدغيك كارلو استشارة مرادة الكلا شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة والحديث الشيخ شكرا لك شكرا لكم شكرا لكم